بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم اليوم سلسلة الدروس المقترحة في مادة هندسة الطرائق سنتطلق اليوم إلى المجال الثالث من هذه المادة وهو الديناميك الحرارية أو ما يعرف بالترمو ديناميك الديناميك الحرارية علم يهتم بدرس الطاقة وتحولاتها بين النظام والوسط الخارج تقدم الديناميك الحرارية دوار يمكن من خلالها تفسير ظواهر عديدة منها التنبؤ بحدوث التفاعلات الكيميائية في ظروف محددة وكذلك التمييز بين التفاعلات التلقائية التي تحدث بدون تدخل الوسط الخارجي أو التفاعلات الغير تلقائية في هذه الدراسة نستعمل بعض المصطلحات التي نذكر منها أولا النظام النظام هو جزء من الكون نهتم بدراسته له حدود معينة حقيقية أو وهمية وكل ما هو خارج عن النظام يسمى بالوسط الخارجي أما المجموع نظام زائد وسط خارجي فيشكل الكون لو أخذنا فينجان القهوة وقمنا بلمسه وكانت القهوة ساخنة فسنشعر بالحرارة ونلاحظ في نفس الوقت تصاعد أبخرة القهوة نقول عن هذا النظام أنه نظام مفتوح وبهذا فإن النظام المفتوح هو عبارة عن نظام حدوده تسمح بتبادل المادة والطاقة مع الوسط الخارجي لو قمنا بوضع غطاء على هذا الكو من القهوة فنلاحظ أن الأبخرة تختفي أي نمنع صعود الأبخرة لكن تبقى نفس الحرارة التي نشعر بها يسمى هذا النوع من النظام بالنظام المغلق فالنظام المغلق هو نظام حدوده تسمح بتبادل الطاقة ولا تسمح بتبادل المادة مع الوسط الخارجي لكن في الحياة اليومية نحتفظ بالقهوة في ما يسمى بالترموس فهي لا تسمح بتبادل الطاقة أي الحرارة أو المادة التي تحتبر القهوة في الوسط الخارجي يسمى هذا النوع من النظام بالنظام المعزول نقول عن النظام أنه معزولا إذا كانت حدوده لا تسمح بتبادل المادة ولا تسمح بتبادل الطاقة مع الوسط الخارج لدراسة تحولات الطاقة في المخبر نستعمل ما يسمى بالمسعر الحراري المصعر الحراري هو عبارة عن إناء مزدوج يمنع تبادل الطاقة والمادة مع الوسط الخارج أما التحولات التي تحدث فهي تحولات الدياباتيكية حيث مجموع Q يساوي الصفر تقاس كمية الحرارة Q بالمصعر الحراري حيث يرمز للسعر الحراري للمصعر بC كالوغيماتر والكتلة المكافئة له من الماء بالرمز M أما بالنسبة للحرارة الكتلية للماء فتقدر بـ 4.185 جول على قرام كالوغيماتر حيث السعر الحراري للمصعر تساوي إلى الكتلة المكافئة له من الماء ضرب الحرارة الكتلية للماء لقياس كمية الحرارة توضع كتلة معلومة أم واحد من الماء في المصعر ونسجل درجة الحرارة تواحد ثم نضيف إلى المصعر كتلة معلومة أم ثنين من الماء الساخن ونسجل درجة الحرارة تثني ثم ننتظر التوازن الحراري ونسجل درجة الحرارة للمزيج تي ثلاث تقاس كمية الحرارة بتطبيق العلاقة Q يساوي M في C في دلتا ت أي الحرارة تساوي إلى الكتلة في الحرارة الكتلية للماء في الفرق في درجة الحرارة في هذا التطبيق أو في هذه التجربة قمنا بإضافة الماء الساخن إلى الماء البارد الموجود في المصعر فينتج ماء متوازن حرارياً يعني أن هذا الماء البارد والمصعر اكتسب حرارة أما الماء الساخن فقد فقد حرارة أو كمية من الحرارة نرمز إلى كمية الحرارة تكتسبها الماء الموجود في المصعر بـ Q1 وتعطى بالعلاقة Q1 يساوي M1 في C في T3-T1 أي الحرارة تساوي إلى كتلة الماء البارد في الحرارة الكتلية للماء في الفرق في درجة الحرارة كمية الحرارة تفقدها الماء الساخن كثنين تعطى بالعلاقة M2 في C في T3-T2 أي تساوي إلى كتلة الماء الساخن في الحرارة الكتلية للماء في التغير في درجة الحرارة أما بالنسبة إلى كمية الحرارة تكتسبها المصعر Qكالوغيماتر فتعطى بالعلاقة Qكالوغيماتر تساوي C في التغير في درجة الحرارة أي السعة الحرارية للمصعر في الفرق في درجة الحرارة بما أن النظام الدياباتيكي فإن مجموع Q يساوي 0 ومنه فإن M1 في C في T3-T1 زائد M2 في C في T3-T2 زائد Cكالوغيماتر في T3-T1 يساوي إلى 0 أما الآن فنقوم في حلق تمرين لترسيخ المعلومات التي ذكرناها سابقا يقول نص التمرين مسعر حراري ساعته الحرارية سيساوي 200 جول على كالفن نضع فيه 100 مليلتر من محلول هيدروكسيد السوديوم NaOH تركيزه سي واحد يساوي 0.25 مال على اللتر نقدر درجة حرارته تتساوي 25 درجة مئوية ثم نضيف 180 لتر من محلول حمد كلور الماء تركيزه سي 2 يساوي إلى 0.25 مال على اللتر ودرجة حرارته تتساوي 25 درجة مئوية نمزج المحلولين ونسجل أكبر درجة حرارة والتكون تيفينال الحرارة الكتالية للماء سيساوي 4.18 جول على جرام كالفن نعتبر أن كمية الحرارة المكتسبة من طرف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة مهملة عند التعديل أمام كمية الحرارة المكتسبة من طرف الماء الأنطال بالمولي للتعديل يقدر بي ناقص 57 كيلوجول على المول عند 25 درجة مئوية وضغط يساوي إلى 1 أتموسفر الأسئلة أكتب معادلة تفاعل التعديل ثانياً أحسب كمية حرارة التفاعل التعديل السابق كواحد ثالثاً أوجد قيمة درجة حرارة التوازن عند التعديل تيفينال رابعاً استنتج الحرارة التي اكتسبها المحلول كتنة يعطى رو للماء يساوي 1 جرام على الملي لتر أي الكتلة الحجمية للماء تقدر بـ 1 جرام على الملي لتر طلب منا في السؤال الأول كتابة معادلة التفاعل الحادث التفاعل الحادث هو التفاعل بين حمض قوي وأساس قوي وهو التفاعل بين HCl و NaOH نعلم أن التفاعل بين الأحمض والأسس يعتبر تفاعل تعديل والناتج هو عبارة عن ملح زائد ماء ومنه يمكن كتابة معادلة التفاعل من الشكل التالي كما هو موضح في الصورة حمض كلور الماء زائد هيدروكسيد السوديوم يعطي الماء زائد ملح الطعام وهو ملح كلور السوديوم N-Acyl في السؤال الثاني طلب منا استنتاج كمية حرارة التعديل السابق Q1 بما أن التفاعل عبارة عن تفاعل تعديل وعبارة عن تفاعل بين أحمض وأسس فإن عدد مكافئات الحمض تساوي إلى عدد مكافئات الأساس وبما أن الأساس والحمض المستعملين هما عبارة على أحدياء التكافئ فإن عدد مولات الحمض تساوي إلى عدد مولات الأساس عدد مولات الحمض أجسياد يساوي إلى عدد مولات هيدروكسيد السوديوم ويساوي إلى التركيز في الحجم بتطبيق عددي نجد أن 100 على 1000 في 0.25 يساوي إلى 0.025 مول لدينا دلتا أش لهذا التفاعل وهي أنطلبي التفاعل وتعريفا أنطلبي التفاعل هي الحرارة لـ 1 مول و0.025 مول نعتبر أن الحرارة الناتجة عنها هي كو واحد بعلاقة ثلاثية فإن كو واحد تساوي إلى 0.025 في دلتا أش قسمة واحد وبالتالي تصبح العلاقة من الشكل 0.025 في ناقص سبعة وخمسين وبالتالي فإن كو واحد يساوي إلى ناقص 1.425 كيلو جول ويساوي إلى ناقص 1425 جول طلب منا في السؤال الثالث إيجاد كمية درجة الحرارة عند التوازن للتعديل تفينة بما أننا أهملنا كمية الحرارة المكتسبة للمواد الناتجة والمواد المتفاعلة أمام كمية الحرارة المكتسبة من الماء فبهذا يمكن كتابة العلاقات أم واحد هي كتلة 100 مللت من محلول هيدروكسيد السوديوم وتساوي إلى كتلة 100 مللت من الماء وبما أن الكتلة الحجمية للماء تساوي إلى الواحد فهي تساوي إلى 100 جرام وبنفس الشيء فإن أم 2 كتلة 100 مللت من محلول حمض كلور الماء تساوي إلى كتلة 100 مللت من الماء وتكون مساوية إلى 100 جرام بما أن النظام الدياباتيكي فإن مجموع Q يسوي إلى الصفر ومنه يمكن كتابة العلاقة Q1 زائد Q2 زائد Q كالوريمات يسوي إلى الصفر Q1 هي كمية الحرارة تقدمها التفاعل وQ2 هي كمية الحرارة تكتسبها المحلول بتطبيق العلاقات فإن Q2 يسوي إلى M1 في C في ΔT وهي تفينال ناقص T زائد M2 في C في تفينال ناقص T وQ كالوريمات تسوي إلى C كالوريمات في الفرق في درجة الحرارة أي الساعة الحرارية للمسعر في الفرق في درجة الحرارة وبالتالي يمكن تطبيق العلاقة Q1 زائد Q2 زائد Q المسعر يسوي إلى الصفر من الشكل Q1 زائد M1 في C في تفينال ناقص T زائد M2 في C في تفينال ناقص T زائد C المسعر في تفينال ناقص T يسوي إلى الصفر ومنه يمكن كتابة أن ناقص Q تسوي إلى M1 في C في الفرق في درجة الحرارة زائد M2 في C في الفرق في درجة الحرارة زائد الساعة الحرارية للمسعر في دلتا T ومنه يمكن أن نخرج دلتا T أي تفينال ناقص T عامل مشترك فتصبح العلاقة من الشكل ناقص Q1 يسوي إلى M1 في C زائد M2 في C زائد C المسعر في تفينال ناقص T ومنه يمكن أن تكون العلاقة من الشكل تفينال ناقص T تسوي إلى ناقص Q1 على M1 في C زائد M2 في C زائد C المسعر بالتطبيق العددي نجد أن الفرق في درجة الحرارة يكون مساويا إلى 1.375 أي تفينال يسوي إلى 1.375 زائد T وبما أن التفاعل حدث عنده 25 درجة مئوية أي 298 كيلفن فتصبح تفينال 1.375 زائد 298 وتسوي إلى 299.395 كيلفن وتسوي إلى 26.375 درجة مئوية رابعا استنتاج الحرارة التي اكتسبها المحلول Q2 لدينا مجموعة Q يسوي السفر باعتبار أن النظام أدياباتيكي أي Q1 زائد Q2 زائد Q كالوغيماتر يسوي إلى السفر ومنه فإن Q2 يسوي إلى ناقص Q1 ناقص Q كالوغيماتر بالتطبيق العددي فإن Q2 تسوي 1425 ناقص 200 في 1.375 فتصبح Q2 تسوي إلى 1150 جول أي 1.15 كيلوجول الآن سنتطلق إلى التمرين الثاني يحترق 0.05 مول من الإيتانول السائل في مسعر حراري ساعته الحرارية ستسوي 100 جول على كيلفن يحتوي على 500 جرام من الماء درجة الحرارة الابتدائية للماء والمسعر تسوي إلى تي إنيسيال يسوي 25 درجة مئوية أما السعر الحرارية الكتلية للماء فتقدر بـ 4.185 جول على كيلفن تُعطى أنطلب الإحتراق دلتا أش أغ لـ 6.2 أش خمسة أو أش السائل تسوي إلى ناقص 277 كيلوجول على المول المطلوب أولاً أكتب معادلة تفاعل الإحتراق للإيتانول السائل ثانياً أحسب كمية الحرارة Q1 الناتجة عن الإحتراق ثالثاً أحسب درجة الحرارة النهائية تيفينال عند التوازن رابعاً استنتج كمية الحرارة Q2 التي اكتسبها الماء خامساً ما هي كمية الحرارة Q كالوغيماتغ التي اكتسبها المسعر سادساً ما هي كتلة الماء التي يمكن أن تمتص نفس كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر سوف نشرع الآن في حل هذا التمرين طلب منا أولاً معادلة التفاعل نعلم أن تفاعل إحتراق المراكبات العضوية ينتج دائماً ماء زائد غاز ثاني أكسيد الكربون وبهذا يمكن كتابة المعادلة السائل زائد 2 تعطي نشرع الآن في موازنة هذه المعادلة أولاً نبدأ بموازنة عدد ذرات الكربون نجد في الطرف الأول من المعادلة أن الإيطانول السائل يحتوي على ذراتي كربون وبهذا فإن عدد الجزيئات الناتجة من غاز ثاني أكسيد الكربون هي 2 أما بالنسبة لعدد ذرات الهيدروجين فإن الإيطانول السائل يحتوي على 6 ذرات هيدروجين أما جزيئة الماء فتحتوي على ذرتي هيدروجين وبالتالي فإن عدد جزيئات الماء الناتجة هي 3 لم يتبقى لنا سوى موازنة عدد ذرات الأكسيجان في الطرف الثاني من المعادلة لدينا 4 ذرات أكسيجان في سودو و 3 ذرات أكسيجان في الماء وبالتالي تصبح عدد ذرات الأكسيجان الناتجة في الطرف الثاني من المعادلة تساوي إلى 7 وبما أن الإيطانول السائل يحتوي على ذرة واحدة من الأكسيجان فإن عدد ذرات أو عدد جزيئات الأكسيجان اللازمة لهذا الاحتراق هي ثلاثة ومنه المعادلة كما هي موضحة في الشاشة ثانيا حساب كمية الحرارة كواحد الناتجة عن الاحتراق إن دلتا أش تساوي ناقص 277 كيلوجول أي أنتال بي هذا التفاعل هي لواحد مول وتساوي إلى ناقص 277 كيلوجول ولتكن كواحد هي الحرارة الناتجة عن 0.05 مول بعلاقة ثلاثية نجد أن كواحد تساوي إلى 0.05 في ناقص 277 على 1 وبالتالي تصبح كواحد مساوية إلى ناقص 13.85 كيلوجول ثالثا طلب منا حساب درجة الحرارة النهائية عند التوازن تيفينات بما أن التفاعل حدث في نظام معزول فإن مجموع كو يساوي إلى 0 وبالتالي فإن كواحد زائد كو 2 زائد كو المسعر تساوي إلى 0 ونعلم أن كو 2 يساوي إلى أم في س في دلتا تي أي الكتلة في الحرارة الكتلية للماء في الفرق في درجة الحرارة بين الحالة الابتدائية والحالة النهائية أما بالنسبة إلى حرارة المسعر فكمية الحرارة تكون مساوية إلى الساعة الحرارية للمسعر في التغير في درجة الحرارة بين الحالة الابتدائية والحالة النهائية ومنه فإن مجموع كو يساوي إلى أم في س في دلتا تي أي تفينال نقص تي انيسيال زائد كو 1 زائد س المسعر في تفينال نقص تي انيسيال وتكون مساوية إلى السفر ومنه فإن نقص كو 1 تكون مساوية إلى الفرق في درجة الحرارة مضروب في أم في س زائد الساعة الحرارية للمسعر ومنه يمكن كتابة أن الفرق في درجة الحرارة تفينال نقص تي انيسيال مساوية إلى نقص كو 1 على س المسعر زائد الكتلة في الحرارة الكتالية للماء بتطبيق عددي فإن الفرق في درجة الحرارة يكون مساويا إلى 6.31 أي تفينال تساوي إلى تي انيسيال زائد 6.31 تفينال يساوي إلى 298 زائد 6.31 لأن التفاعل حدث عند 25 درجة مئوية وتساوي إلى 304.31 كالفر أي يكون مساويا إلى 31.31 درجة مئوية رابعا طلب منا حساب كمية الحرارة التي اكتسبها الماء كثنين بدأنا كثنين تساوي إلى أمبنين في س في التغير في درجة الحرارة بالتطبيق العددي فإن كثنين يساوي إلى 500 في 4.185 في 6.31 وتساوي إلى زائد 13.203.67 جول بتحويل الجول إلى الكيلوجول نقسم القيمة على ألف فتصبح كثنين تساوي إلى زائد 13.20 كيلوجول خامسا طلب منا أن نستنتج كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر كو كالوغيمتر بما أن النظام الدياباتيكي فإن مجموعة كو يساوي إلى الصفر وكو المسعر تساوي إلى ناقص كو واحد زائد كو تنين بالتطبيق العددي نجد أن كو المسعر تساوي إلى زائد 0.65 كيلوجول في السؤال الأخير طلب منا حساب كتلة الماء التي تمتص كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر أي نفس كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر نعلم أن كو المسعر تساوي إلى السعر الحراري للمسعر بالتغير في درجة الحرارة وبالتالي يمكن كتابة العلاقة أن كو كالوغيمتر تساوي إلى أم الماء في الحرارة الكتالية للماء أي كتلة الماء في الحرارة الكتالية للماء ضرب التغير في درجة الحرارة بمساواة نجد أن سي كالوغيمتر يساوي إلى أم أجدوزو في سي أجدوزو وبالتالي فإن كتلة الماء تساوي إلى سي كالوغيمتر على الحرارة الكتالية للماء بالتطبيق عددي تساوي إلى 100 على 4.185 بالحساب نجد أن الكتلة الماء التي تمتص كمية الحر التي اكتسبها المسعر تساوي إلى 23.89 جرام وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا النهار اليوم لم يتبقى لي سواء أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء شكرا